قبل ذلك عند تطور ميداني قبل قليل دوت صافرات الإنذار في الجليل الأدنى في عدة بلدات تخشية تسلل مسيرة عموما هذه الليلة ليلة المسيرات ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في خليج حيفا كذلك أيضا في منطقة مرج بن عامر حيث الشرق من مدينة حيفا أيضا تحذيرا من تسلل مسيرة الجيش الإسرائيلي كان قد أفاد بأن الحدث انتهى لم يحدد مصير هذه المسيرة إذا كانت قد وصلت إلى هدفها فيما إذ كان قد اعتراضها الآن في هذه المرحلة أيضا استمرار دوي صافرات الإنذار غير واضح من أين أتت هذه المسيرة وبالتالي واضح جدا أنها صارت بمسار طويل جدا دون اعتراضها إلى عشرات الكيلومترات حيث لم ترصدها الرادارات الإسرائيلية وهي في هذه اللحظة حتى اللحظة منذ دقائق تحوم بأرياحية دون اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية هناك محاولات لاعتراضها بحيث تم دفعيل الدفاعات الجوية أيضا دوي انفجارات في منطقة الجليل الأدنى وأيضا في منطقة مرج بن عمر إلى الشرق من مدينة حيفا تحديدا في هذه المنطقة التي تحاول المسيرات الوصول إليها هناك قاعدة رماد دافيد الجوية التي حاول حزب الله مرارا استهدافها وحيث تخرج الطائرات المقاتلة لتقصف في لبنان وبالتالي في هذه المرحلة تطارد المقاتلات الجوية خلف هذه المسيرة على العموم تستنزف هذه المقاتلات الجوية التي تنتشر في الأجواء منذ فترة طويلة جدا مكلفة لإسرائيل أيضا هذه غير كافية المقاتلات بالإضافة إلى الدفاعات الجوية المختلفة على أنواعها لاعتراض هذا النوع من المسيرات لذلك إسرائيل بدأت الحديث عن تطوير قدرات أخرى لهذا الغرض على العموم وبالنسبة لسؤالك وبالنسبة لتهديد الجيش الإسرائيلي وتوعوده بالرد على مقتل سبعة أشخاص بصواريخ حزب الله منذ صباح هذا اليوم في المطلة وأيضا في الضواحي الشرقية لمدينة حيفا الحديث وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيرد في قصف النبطي في الساعات الكريبة وبالتالي أيضا دعنا ننوه إلى أن الحديث عن أربعة تيلنديين في منطقة المطلة جراء صاروخ سقط من كبل حزب الله في هذه المنطقة هي منطقة من المفترض حازم أنها مغلقة عسكريا أي لا يكون هناك نشاط زراعي والحديث على أن التيلنديين الذين قضوا في هذه المنطقة كانوا بغرض يكمون بنشاط زراعي في هذه المنطقة وبالتالي إسرائيل لا تأبه لهؤلاء إذن هل هي حجة يستخدمها الجيش الإسرائيلي؟ أيضا من قتل في الضواحي الشرقية هم مواطنون عرب إسرائيل لا تأبه لهم عمليا الدفاعات الجوية تعمل فقط عند إطلاق بشكل جيد وأفضل عندما يتم إطلاق صواريخ على المدن اليهودية والمدن الإسرائيلية ولكن عندما يتم الحديث عن فلسطينيين وعرب بالتالي الدفاعات الجوية فجأة هذه لا تعمل وبالتالي أيضا تفشل الدفاعات الجوية باعتراض هذه الصواريخ وبالتالي أيضا تفشل في حمايتهم إذن هل إسرائيل تتبجح في هذه المرحلة بحماية هؤلاء المواطنين وبالثأر لهم؟ وبالتالي أيضا استغلال هذا العدد من الكتلة لتوجيه أو قصف في النبطية غير واضح ولكن أصدر التعليمات بإخلاء مناطق في النبطية للتأكيد فقط على الموضوع الذي كنت تتحدث فيه قبل قليل المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية هل تزال تحلق في أجواء إسرائيل؟ لم يتم التعامل معها بعد؟ نعم حازم وفق ما يرد أن هناك اعتراض كان في منطقة كربلدة كفرمندة في الجليل الأدنى في ركن الجليل دوي انفجار سمع في هذه المنطقة غير واضح فعليا لا يوجد أي بيان حتى لحظة من الجيش الإسرائيلي يوضح مصير هذه المسيرة ولكن فعلا سمع دوي انفجارات وأيضا شهد أن الدفاعات الجوية انطلقت وأيضا اعتراضات في الأجواء في منطقة الجليل الأدنى حتى اللحظة لم يفيد الجيش الإسرائيلي باعتراض هذه المسيرة ولكن كانت تحوم لمدة دقائق حتى وصلت وتنقلت من الجليل الأدنى إلى تحديدا منطقة مرج بن عامر وهذه أيضا مسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات وبالتالي دون اعتراضها الآن الجبهة الداخلية تقول التابع للجيش الإسرائيلي أن الحدث في منطقة مرج بن عامر انتهى عموما هذا التغير في اللهجة واضح الجيش الإسرائيلي يعمد إلى استخدام في الأيام الأخيرة مصطلح أن الحدث انتهى أي بمعنى لا يؤكد من جهة أنه اعترد المسيرة ومن جهة أخرى لا يؤكد أنها سقطت أو وصلت إلى هدفها على العموم أيضا بالأمس هذه المسيرات كان هجوم بالمسيرات من كبل حزب الله نتحدث عن ثلاث مسيرات عمليا جابت الأجواء الإسرائيلية لمدة 40 دقيقة دون اعتراضها وانفجرت بعضها حازم قرب قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي تحديدا قاعدة شراجة القاعدة الأم لكواد قولاني بين نهرية وعكة أيضا كان انفجار قرب قاعدة اليكيم حيث حاول حزب الله استهداف هذه القاعدة هذه قاعدة تدريبات مهمة ورئيسية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية وكذلك أيضا انفجار وقع سابقا في اليوم الماضي جراء هذه المسيرات في منطقة الإخضيرة أيضا هناك في بيت شامر إلى قرب مدينة الإخضيرة قاعدة عسكرية وقد أشار حزب الله إلى هذه القاعدة العسكرية عموما يتضح أن هذه المسيرات تصل إلى هدفها كان أيضا في الساعة الماضية الحديث عن تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة البحر الميت جراء وصول مسيرات من منطقة أو من العراق والجيش الإسرائيلي قال أو ادعى أنه اعتراضها خارج الحدود عموما تصعيد كبير وهجوم كبير بهذه المسيرات التي تملك بصمة رادرية وحرارية خاصة يصعب على الدفاعات الجوية اعتراضها وهذا تحدي كبير جدا أمام الجيش الإسرائيلي نعم وأنت معنا هناك تطورات في لبنان حيث مراسل الغد يتحدث عن سلسلة غارات على مدينة النبطية الجنوبي لبنان إذن سلسلة غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان سنبقى في متابعة لكل التطورات في المناطق الجنوبية هناك ولكن أواصل معك رازي تطور من حيفا الحديث عن الوضع سياسيا وحالة التفاؤل الكبيرة التي تم الحديث عنها خلال اليومين الماضيين لبنانيا وكذلك في إسرائيل والرغبة في إنجاز صفقة ما مع حزب الله اتضحت بنودها في الوثيقة التي تم نشرها مسودة اتفاق إطاري على ما يبدو لهيئة البث الإسرائيلية ما تفاصيل هذا المسار ونتائج زيارة أموس هوكستين وأيضا مبعوث الولايات المتحدة الآخر بريت ماكغورك نعم حزن بداية هذه الوثيقة التي تم تعميمها من قبل هيئة البث بالأمس أفاد مسؤول إسرائيلي بأنها ضمن عدة مسودات تم عرضها من قبل الجانب الأمريكي وأيضا هذه الوثيقة يشير إلى أنها قديمة قد لا تراعي تطورات المرحلة كما يحاول أو أفاد المسؤول الإسرائيلي صحيح كانت هناك نبرة متفائلة تقدم كبير كما أشار وألمح الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ولكن كان حديث أن نتنياهو والجانب الإسرائيلي هو من طلب بزيارة المبعوثين الأمريكيين الجانب الأمريكي كان يرفض ذلك وكان يشترط أن يكون هناك نوايا جدية للتقدم إلى صفقة مقابل أن يجي هوكستين وأيضا المبعوث الآخر وبالتالي على هذا الأساس كان قد وصل اليوم إذن عندما عاد هوكستين وغادر أو يريد أن يغادر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة دون الذهاب إلى بيروت ربما هذا يدلل أنه لن يكون هناك أي صفقة وأي تقدم قبل الانتخابات الأمريكية ولكن نتنياهو كان واضحا غير مهم ما نوع الاتفاق وما اسمه الأساس هو تطبيق هذا الاتفاق واضح أن الجانب الإسرائيلي يتعنت على مطالبه مصادر إسرائيلية تفيد أن الأجواء كانت إيجابية أن الأجواء كانت بناءة ولكن نتنياهو خرج اليوم وكان واضحا في خطابه بعد أن التكى هوكستين والمبعوث الآخر الأمريكي قال أنه الوحيد القادر على أن يقول لا للأمريكيين عند الحاجة ولكن يشتكي الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ويحاول أن يوصل للمستوى السياسي بضرورة بأن عمليا استنفذت كافة الأهداف في الصف الأول للقرى اللبنانية بأنه حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماس لأنه يخشى أن يتكرر السيناريو نفسه في قطاع غزة وبالتالي يراوح مكانه ويبكى غاركا خصوصا مع اقتراب الشتاء وكذلك مع الخسائر في الجنود الإسرائيليين وأيضا مع عدم توفر أو نقص في الجنود الإسرائيليين للكتال في جنوب لبنان وبالتالي يخطر المستوى العسكري لنيتنياهو في الأيام الأخيرة بأن ينهي هذه العملية واضح أن نتنياهو في هذه المرحلة ما زال يتعنت الحديث إسرائيليا أن هناك مزال مطالب إسرائيلية لم يتجاوب معها الجانب الأمريكي ولكن إسرائيل ليست وحدة في هذه الاتفاقية بداية هي لا تتضمن أي حديث عن قطاع غزة وربط هتين الجبهتين لا تتضمن الحديث أيضا عن انسحاب الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل من تلال كفرشوبة وأيضا من مزارع شبعة وبالتالي أيضا ماذا عن التزامات إسرائيل في هذا الاتفاق عندما نتحدث عن 17-01 ولكن المسؤولون الإسرائيليون يؤكدوا أنه كان فعلا محادثات بناءة ولكن في هذه المرحلة كما يقول المسؤولون الإسرائيليون لم يتم الاستجابة لمطالب إسرائيل إسرائيل تريد التزام خطي من الولايات المتحدة بضمانات أمريكية وتريد أيضا ضمان أن يكون أن تقوم هي بنفسها بتطبيق القرار 17-01 أي عند الحديث عن أي خروقات السؤال من يحدد إذا كان هناك خروقات عندما يكون الحديث عن خروقات تقوم إسرائيل بنفسها بتطبيق هذا القرار وبالتالي إسرائيل تتعنت على هذه المطالب كانت تحدثت عن ضرورة أن يكون لها مجال حر للمقاتلات الجوية الإسرائيلية لتقصف في لبنان متى شاءت أيضا أن تدخل إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لإزالة أي تهديد فورا أن شعرت بالتهديد وبالتالي حتى اللحظة يبدو أن فعلا بخلاف ما كان ما تم ترويجه وأيضا محاولة إعطاء هذا الانتباع بأن هناك تقدم كبير بخلاف كل هذه المحاولات يبدو أن فعلا حازم أن الأمر ربما نحن بعيدون عن هذا الاتفاق قبل الانتخابات الأمريكية نعم وهذا ما يقوله المحللون أيضا في إسرائيل وأيضا الذين يتابعون هذا الملف بالنظر إلى تصريحات نيتنياهو والموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من حيفا مراسل الغد رازي تاتور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك